موسيقى مرحبا يا أصدقاء الأولى اليوم سننبتع للمعارضة العلمية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم اليوم سننبدأ بشكل جديد سننبدأ بشكل جديد سننبدأ بشكل جديد أنهي أصدقاء المعارضة من المعارضة العلمية من المعارضة العلمية من المعارضة العلمية إنها مهمة جداً لنا و لكل أطرقات والأطرقات، إنها مهمة جداً جداً. لماذا إنها مهمة جداً؟ دعونا نسألنا نفسنا، ماذا تنتظرون إذا أطرق المساعدة ليست محطة؟ أطرق المساعدة من المساعدة؟ من غير المساعدة ممكن المساعدة؟ لم تكن. لماذا؟ الفيول تقوم بشكل في الدرس لتحقيق الإنجان. هذه الإنجانة تجعل المساعدة إلى تحقيق الإنجان. لذلك تضع المساعدة في المساعدة، البنزل ده أطرق المساعدة. البنزل ده أطرق المساعدة يتقوم بشكل في الدرس لتحقيق الإنجان. ما تنتظرون؟ إذا لم تأكل أي يوم التطبيق؟ لو عادت يوم كامل، إذا تقوم بشكل يوم كامل، ما سيحدث لك؟ هتشوف إيه؟ هتحس بإيه؟ انتظرش تعمل أي حاجة. لا تستطيع أن تحقق، لا تستطيع أن تتعلم، لا تستطيع أن تحقق، لا تستطيع أن تفعل أي شيء. طيب، إيه سبب؟ إيه سبب؟ إيه سبب؟ إحنا نفهم إيه من الكلام ده؟ الإنجان السلطة بالخصص للغاية، فكرة؟ إنه نقوم بشكل كامل، في أحضر غضل المغلقة، ليتعلم أن تحقق المغلقة، أي لذلك تحقق المغلقة، أحضر غضل المغلقة، لهذا تقطتنا أن يتقوم بشكل كامل. جيدة الجهاز بالخصص للغاية، على قد في البعض. كيف مجموعة الثاني؟ إنه نقوم بشكل كامل، طبعاً very very important you can't live without it. طب إزاي energy produced from food enable men طبعاً من هنا مقصود بيها living organism human being to perform his activities and to do work. يعني عايزة طلع definition what's meant by energy عايزة معنى الكلمة energy هي مش هي تدينا ability to make a change or to do a work فبقول إيه energy it is the ability of doing work or to cause a change ما هو doing work يعني إن أنا ببعمل أي حاجة بقى studying working playing أو to make a change if a car moves طيب تعالوا نشوف كده الـ forms of energy عندنا أشكال إيه من الـ energy and its resources طبعاً أنا مقصود هنا source بتاعتها إيه الـ electric clamp الـ electric clamp دي produce إيه produce light يعني معنى كده the source of light energy yes الـ electric clamp the source of light energy طيب إيه كمان الجاز cooker المتجاز إحنا بنعمل بي إيه بنعمل cooking للفود طب يعني معنى كده أن ده source للـ heat energy للـ thermal energy آه source للـ thermal energy طب إيه كمان الـ electric means يعني عندي مثلاً أي جهاز produce electricity طيب إيه كمان الـ heater uses wood or cool يعني إيه الكلام ده إحنا بنعمل burning للـ cool للفحم بنحرق الفحم اللي إحنا بنستخدمه في إيه بيستخدمه في الكوكينج والشاوي والحاجات دي burning للـ food for warming إحنا ممكن بنحرق الـ wood ده عشان نطلع منه heat energy عشان يدفينا for warming طيب إيه كمان عندي عندي الـ oil heater إن أنا بستخدم هيتر يعني بيسخة تـ warm by using oil طب إيه كمان؟ الـ generator uses wind energy الـ electric generator إنت عارفين طبعاً إن في عندنا حاجة اسمها wind miles اللي هي بتلفة تـ produce electricity إن هي بتبقى jointly electric generators فبالتالي تـ produce electricity ده source طب هنا مين الـ energy هنا؟ هنا الـ electric energy هي الـ form of energy طيب والـ oil tank طبعاً الـ petrol ده source of energy برضو إنه بيدينا fuel والـ fuel إيه بيحصل لها burning due to burning of fuel we can obtain إيه؟ obtain الـ energy دي different forms of energy طيب تعالوا نشوف بقى إحنا اتكلمنا على إيه؟ أول حاجة أنا عندي نوع من الـ energy اسمه mechanical energy طيب إيه mechanical energy ده؟ ده عبرها عن two forms of energy potential and kinetic and I'm going to explain it to you in details what's meant by potential and kinetic بس هي الـ energy layer related to the movement طيب إيه كمان؟ عندي light energy اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي produced بالإيه؟ بالـ electric lamp طب مين كمان؟ عندي sound energy radio TV وأي حاجة بقى music أو أي حاجة بتعمل sound ده sound energy طيب إيه كمان؟ الـ electric energy وإيه كمان؟ الـ chemical energy الـ chemical energy بقى فيه forms كتيرة منها يعني مثلا الـ chemical energy اللي هي found inside the battery جوه البطارية بيحصل chemical reaction to produce electricity هنا فيه chemical energy chemical energy inside your body يعني إيه inside my body يعني مثلا إحنا how do you respire؟ زي بتتنفس؟ by respiration process of course طيب الـ respiration process دي بتيجي إيه؟ أي chemical energy الفود والأكسجين بيدخل جوه السل طيب إيه اللي بيحصل بيحصل بيرنينج للفود والأكسجين inside the cell to produce إيه؟ to produce energy وبنربي بره إيه إيه إحنا مش محتاجين له الـ carbon dioxide والـ water vapor طيب ده اسمه إيه؟ ده chemical energy طيب إيه كمان؟ ده فيه حاجة تانية مهمة قوي chemical energy الـ food of plants يعني إيه؟ يعني إنت عارف كويس قوي إن الـ plants make photosynthesis process مين هو الـ photosynthesis process؟ اللي هي الـ process by which plants make their own food يعني مش الـ plants بيعمل الأكل بتاعه طيب بيعملوا إزاي إن هو بياخد الـ water والكربون داكسايد وفي إن presence of sunlight والكلوروفيل اللي هي الـ green matter اللي موجودة جوه الـ plant طيب عشان يدي إيه؟ عشان يعمل لنا الـ starch أو الـ glucose اللي هو الفود بتاع الـ plants مش كده ويطلع بره الـ oxygen اللي إحنا إيه؟ بنتنفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الـ plants بيدينا oxygen برضه ليه؟ لأنه during photosynthesis process بياخد الـ food بتاعه وبيطلع لنا oxygen طيب فيه كمان الـ heat energy اللي هي بتيجي من الـ burning دا طبعا form of energy أوكي بعد كده بقى في عندنا new form of energy جديد خالص انت ما تعرفش عنه معلومات بس احنا نتكلم عنه المهاردة شوية إيه هو؟ a nuclear energy a nuclear energy هي energy found inside the nucleus of the atom فاكرين الكلام اللي تكلمنا عليه في الـ unit اللي فات في الـ atom والـ structure of atom إن هي بتتكاوم من nucleus وـ energy level فاكرين الكلام اللي إحنا قلناه طيب الـ nucleus دي عندها massive energy stored inside it موجودة عند الـ protons والـ neutrons الـ energy دي إحنا بنستخدمها إن إحنا نعمل بيها very very huge form of energy يعني إيه huge form؟ يعني أنا ممكن أخذ الـ energy دي أعمل بيها lighting less cities operating the factories أدور بيها مصانعه بلاد كتير بتستخدمها وهي very very strong form of energy اسمه إيه؟ nuclear energy طب ويهي نسميه nuclear energy؟ ليه بنسميه nuclear energy؟ بنسميه nuclear energy إنه هو related to the nucleus الـ energy دي coming from the nucleus which you found inside the atom طبعا ليها certain processes to obtain it يعني أتكلم برضو في القصة دي in details دي يعني some forms of energy طيب إيه هي resources؟ resources هنا يعني source مين المورد اللي بيطلع لي الـ energy دي؟ طبعا أقوى source of energy found on earth هو الـ sun طيب الـ sun ده أقوى source of energy ليه؟ أولا إحنا بنعتبره the main source of light and heat on earth يعني إيه؟ المين source هو الـ sun لأن هي بتدينا الـ light وبتدينا الـ warm بتدينا الدفء بتدينا الـ heat طيب الـ light ده بينفعنا في إيه؟ الـ light ده كل حاجة لأن without light الـ plant can do its own food يعني إيه؟ يعني الـ plants مش ممكن تعمل الفوت بتاعها طب أنا بستخدم الـ light في إيه زي ما قلنا؟ الـ light ده ربنا سبحانه وتعالى خلقوا ليه؟ علشان الـ plants تعمل الـ photosynthesis process اللي إحنا تكلمنا عليه وباي photosynthesis process إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ ما إحنا كل الزرع وكل الحاجات دي مش إحنا عايشين عليها؟ يبقى هو الـ main source ولا لأ؟ وكمان الـ warm بتعمل suitable temperature for us to be alive إنت تقدر تعيش في الـ cold؟ استحالة إنت محتاج warm محتاج دفء عشان تعيش فهي بتدينا suitable temperature بالـ warm اللي produced by the sun مش بس كده كمان provide us with sunlight اللي هي بتعمل إيه؟ help plants أو necessary أو essential for plants to make their own food by photosynthesis process طيب إيه كمان؟ الـ wind الـ wind مهمة؟ جدا جدا طيب ليه؟ لأنها كان إيه؟ can allow إيه؟ الـ wind miles to move الـ wind miles المراوح اللي بتعمل generation للـ electricity فالـ wind طبعاً very very important طيب إيه كمان؟ الفود الفود as we mentioned before it is very very important for you to be alive ليه؟ لأن من الفود we can take from this fuel اللي هو الفود الـ energy وقلنا وكلمنا على الـ respiration process اللي هي بتديلك الـ energy لما بيحصل إيه؟ الفود والـ oxygen enter the body cell أوكي؟ عشان يديك energy ويرمي برا الكاربون دايكسايد والإيه؟ والـ water vapor طيب أو الـ water motion very important؟ yes it is very important because it helps us to produce electricity ما هي المية؟ الـ water falls أو الـ water motion لما بتنزل من مكان عالي بتنزل بقوة الفريكشن دي وليها طبعاً certain process إيه؟ بيحصلة بتساعدنا إن إحنا نولد منها كهرباء ونوصلها بالـ electric generators أوكي؟ طيب what else؟ nuclear energy طيب نبص على الصورة دي شوية ونركز فيها طبعاً الشكل اللي باين ده في عندي هنا بروتونز وفي جنبه نيوترينز يعني هو is talking about a nucleus طب وإحنا قلنا إن nuclear energy دي related لمين؟ related للـ nucleus طب لين related لإن هي فيها massive energy stored inside it energy كبيرة جداً 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 إن إحنا ممكن نستخدمها for lighting cities operating factories that is why we call it nuclear energy why nuclear energy إنها related to the nucleus it is not a chemical energy it is related to the nucleus okay طيب energy interchange from potential to kinetic هنا حني كلم مع بعض ونقول what's meant by potential and what's meant by kinetic energy now we will talk about very important types of energy which is kinetic energy and potential energy okay طيب طيب first الأول عايزين نعرف إيه هو الـ kinetic energy هي energy responsible for movement يعني أي جسم بيتحرك ده عنده kinetic energy we call it kinetic energy يعني يعني energy يعني energy وهو عبارة عن energy stored inside the body يعني إيه stored inside the body يعني أنا دلوقتي لما بعمل kinetic energy الـ kinetic energy دي بتبضل تتحوش جوه الـ body طب يعني إيه برضو تعالوا نشوف كده ونفهم معنى كلمة potential وكايناتيك وزي هما related to each other لو أنا وقفة ومعايا tennis ball وهحضف tennis ball دي upward إيه اللي هيحصل أنا بديها force الفورس دي بتعمل إيه بتولد أو generate kinetic energy طب بيعمل إيه في البول البول وهي في الوضع ده لو ده ground البول بتطلع فوق وتوصل لهنا أوكي ده البول طب إيه اللي بيحصل طول ما هي طلع هي بتتحرك طيب since it is moving يبا هي عندها إيه؟ عندها kinetic energy تمام؟ طيب بس هتوصل عند لحظة هتقف ليه لأن الفورس بتاعتها خلصت سرعتها خلصت ليه؟ أنا حدفتها حدفة صغيرة طب what will happen هنا؟ كل ده kinetic energy لحد ما توصل هنا وتقف في لحظة وبعدين تبتدي تنزل تاني downward أوكي؟ هي هنا بتحوش kinetic energy بتحوش kinetic energy بس بتحوشها in form of a in form of potential energy يعني kinetic energy لما بتقف هنا ما بتروحش هي accumulated inside the ball but in form of a potential energy يعني ايه؟ يعني هي accumulated inside the ball لحد ما توصل هنا وتبقى potential يعني kinetic energy converted into potential energy yes طول ما هي بتتحرك هي اسمها kinetic energy أول ما تقف kinetic energy تحوشت جواه in form of a potential energy وبعدين تبتدي تاني we need to return back to be converted converted لإيه؟ لكيناتك تاني طول ما هي بتتحرك هي kinetic طيب سؤال بقى يعني انا هنا kinetic energy decrees until it reach the maximum height decrease بتقل لحد ما توصل maximum height هي في maximum potential لانها تحوشت كلها طيب and then when it falls down kinetic potential change into a kinetic بتفضل هنا kinetic تزيد 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 لحد ما توصل before reaching or at the moment of reaching the ground at the moment اللي بيحصل بتبقى maximum kinetic energy يعني انا لو جيت كده فكرت مش انا بتانيت من اول هنا طيب انا هنا عندي maximum kinetic energy هقول k dot e طيب وصلت الهنا هل ده maximum اه maximum potential energy طيب تبتدي هنا بتدي potential energy تقل تقل لحد ما توصل before reaching the ground على طول أو at the moment of reaching the ground يبقى ده maximum ايه kinetic energy again طيب potential energy هنا بكام؟ ما هو لما بيبقى maximum kinetic energy potential energy بيبقى zero طيب هنا potential energy before reaching the ground بكام zero ليه لانه هي maximum kinetic energy طيب سؤال بقى kinetic energy هنا at the top بكام؟ kinetic energy طبيعي at the top لما تبقى maximum potential energy يبقى kinetic energy بزيرو طيب هنا potential energy before reaching at the moment before reaching the ground قبل ما توصل الارض على طول طبيعي ان potential energy خلص خلاص فبقى zero طيب يعني kinetic energy can be converted to potential energy طيب لما وصل potential energy ويهد تدي تخلص kinetic توصل maximum potential تتحول تاني kinetic energy يس طيب لو انا هنا عايز اعرف معنى كلمة potential energy هقول انها ايه؟ is the energy stored تحوشت تتخزنت فين inside the body لكن the energy of the body the energy of movement اسمها ايه هنا؟ اسمها kinetic energy طيب kinetic energy وهي بتتحرك البول مش ده work done؟ مش ده شغلة بيتعمل؟ مجهود بيتعمل؟ طبعاً فبقول ايه؟ ان الموفمت بتاعت البادي ده work done طب اللي تحوش ده برضو مش work اللي تحوش ده work طبعاً work بتحوش جوه اللي ايه؟ البول او اي بادي كان بيتحرك طيب اسألك سؤال وانت تقول لي انت تقدر تستنتج ايه؟ كلنا طبعاً شفنا الpyramid الهرم يعني سابوز ان هو مثلاً خوفه هرم خوفه الهرم بيتكون من ايه؟ مش بريكس؟ الفرانة عملوا ايه؟ مش عملوا بريكس كده؟ بريكس فوق بعض كتير كلنا شفنا الهرم طبعاً طيب اخد افورت اخد افورت رهيب رهيب ده احنا لحد الوقت مش فاهمين ازاي عاملوا يعملوا حاجة عظيمة زي دي يعني هم عملوا ايه؟ حطوا بريكس 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 لحد ما عملوا الهيوش بيلدين دي فاري فاري هيوش بيلدين اللي هرم حاجة فظيعة من معجزات او من عجائب الدنيا السابع طيب الفرست بريك البريك الاولانية دي اخدت لاس افورت من اللي فوقيها ولا اكتر اكيد لاس افورت طيب اللي فوقيها اخدت مور افورت طبعاً ان زين اللي بعديها مور افورت ام مور افورت طيب الماكسمام افورت فين؟ فين الماكسمام افورت بتاعت البريكس بتاعت البيرامد طبيعي طبعاً ان الماكسمام افورت المجهود الاكتر كان فين؟ كان في اعلى بريك موجودة ده مش ده الماكسمام افورت؟ طيب انتو عارفين يعني ايه كلمة potential in Arabic زي كلة جهد طب جهد معناه ايه؟ مش معناه افورت؟ طيب انا بقولك ان اخر واحدة هي الماكسمام افورت طيب هي الماكسمام ايه؟ الماكسمام potential energy of course واي؟ لان هم عملوا مجهود عمل ماشال واخر بريك وحطوها عند الماكسمام اكتر واحدة اخدت افورت اكتر واحدة اخدت مجهود بس هي راحت؟ مش هي تحركت كتير لحد ما وصلت للماكسمام طب؟ طيب هو راحل كينتك انرجي؟ لا مراحش هو تحوش هو ستورد ستورد فين؟ inside the last brick طب ايه كينتك برضو؟ لا لانه واي موجود طب يعني هو ستورد inside it in the form of potential energy؟ yes of course اه طب انتو عرفين الهرم ده بقاله كم سنة؟ الافات الافات السنين الكينتك انرجي اللي عملوها الفراعنة رحت؟ لا موجودة موجودة فين؟ بتخزينا جوه البريك دي؟ طب انا عرف من اين؟ طب اعرف طبعا من اين؟ لو البريك دي جت وقعت اول ما تنزل البريك هتنزل بقوة رهيبة هي هي نفس الفورس ونفس الأفرت اللي عملوه الفراعنة عشان يطلعوا فوق يعني مراحش؟ لا مراحش موجود فين؟ stored inside this brick when it falls هيبانلنا طبعا يعني طيب وهم بيعملوا الهرم during building of this pyramid الكنياتيك انرجي فدلت تتحوش تتحوش وتتحرك لحد ما وصلنا فوق وخلاص بقت ساتل سبتنا على كده طيب لو جت وقعت البريك دي هو تحولت لإيه الكنياتيك انرجي الكنياتيك انرجي كانت بتتحول طول ما احنا طالعين فوق بتتحول لـ potential energy لحد ما فدلت ثابتة كده وهي still ثابتة لحد الوقتي ام تتبين المجود الرهيب لو البريك اللي هي اللاست بريك اللي هي عند الطوب دي تدت طوقة يبقى هنا هتتحول من الـ potential لـ kinetic again الـ huge والـ massive بقى يعني force اللي هنشوفها دي هي دي force والـ huge effort اللي عملوها الفران طيب يعني انت دلوقتي فهمت what's meant by potential energy طبعا potential energy هي stored energy inside the body يعني الـ energy ما بتروحش خالص طب ايه هي الـ kinetic هي الـ kinetic هي الحركة اي حاجة بتتحرك الحركة دي بتتحوش طب stored in a form of a potential يعني هم can be converted to each other yes can be converted to each other طيب عارفين بقى فيه نوع تاني من الـ energy اللي تدليهم اسمه mechanical energy طب ايه بقى mechanical energy الميكانيكا الـ energy ده هو السم بتاعهم يعني ايه؟ يعني الـ potential energy اوكي؟ بلس الـ kinetic energy لما تاخد السم بتاعهم ده اسمه mechanical energy الميكانيكا الـ energy دي exactly equal لإيه؟ للـ work done طب ايه الـ work done ده يا مشيرين؟ الـ work done ده هي الحركة اللي هي كلمة بتتعمل عشان تنقل مثلا البول او الـ work done او الـ effort done ان هو يرفع الـ break فوق in case of permit ده اسمه ايه؟ work done شغل معمول طيب يعني mechanical energy ده عبارة عن الـ potential اللي تحوشت والـ kinetic بتاعة الموفمت اه كل ده اسمه ايه؟ اسمه work done طب اسميه اسم تاني اه ما هي دي mechanical energy يعني معنى كده ان انا I can call mechanical energy اللي هي equal to potential energy plus kinetic energy work done yes طيب كلهم بقى mechanical energy او potential potential energy او kinetic energy كل ده بيتاس بايه؟ بيتاس بالجول طب what about الـ work done الـ work done also can be measured by joule ايه الجول ده ده the unit of measuring اوكي؟ تعالوا نشوف الكلام ده هنا انا عندي صورة الـ boy this boy بعمل ايه بقى؟ لو انت رفعت تنس بول لفوق زي ما احنا عملنا بالضبط طب ايه اللي هيحصل يعني لو انت معاك حد زميلك ان انت تشوف الورق done تريز زبول يعني ايه يعني انت عملت وارك ورفعت البول اللي بيحصل بتوصل لحد maximum height وبعدين تنزل الورق done ده بيبالي تستفير لكن هو اكشولي مش تستفير ولا حاجة هو بيتحوش مش احنا اتفقنا ان الكيناتك انergy بتتحوش in a form of potential energy which is equal to the work done in raising it ما برضو هي equal للورق اللي تخزن جواه when the ball is left to fall the potential energy is converted into كيناتك انergy اول ما يبتدي ينزل من الماكسمم يتحول بعد كده الكيناتك لحد ما يوصل لأيه before reaching the ground or at the moment of reaching the ground then this kinetic energy is converted again to potential تخبط في الارض وتطلعتين and so on into potential one as the ball returned to raise and so on طيب notes بقى the work done is stored in a form of potential energy يبقى storing energy i call it what potential energy طيب الwork done ده equal ايه in this case خلي بالك مش انت دلوقتي عملت force عشان تحدف الكرة دي الفوق طيب الفورس دي مش يتقد ايه 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 عبارة عن الفورس دي في الايه في الهيط اللي هي طلعته ده ما سمعتكا الرول طيب الdisplacement هنا اللي احنا بقول عليها دي اللي هي المسافة اللي ممشيتها من بعد ما احنا عملنا الwork done ده هو ايكوال ايه ايكوال للهيط raised by the ball يعني ايه يعني البول دي طلعت certain height الهيط ده هي دي الdisplacement اللي هو بيقول عليه طيب ايه كمان on reaching the ground الobject has only kinetic energy يعني قبل ما يلمس الارض على طول فاكريين لما قلنا الpotential energy بزيرو طيب which is equal at the moment ايه بالmechanical energy خلي بالك من حاجة انا هنا بقول ان انا قبل ما بلمس الارض انا عندي ماكسمام ايه kinetic energy وزيرو potential energy طب انا بقولك ان الميكانيكا الانرجي هي ايكوال الصم بينهم فلو انا عندي زيرو potential energy what will happen هيبع عندي kinetic energy بس اوكي طيب تعالوا نشوف كده انا قلت ايه قلت ان الwork done equal force في displacement وهو ده اللي موجود دلوقت ال displacement دي هي ايه هي ال height طبعا احنا هنحل problems related by this part وحنكلم على rules دي in details انا عندي هنا triangle المشهور جدا انا عندي الwork done هو الموجود في الطب عند الvertex وعندي force ودستنس اللي هي i mean by it displacement موجودين في الباز طيب لو انا عايزة الwork done i'm going to hide ايه i'm going to hide الwork حغطي الwork حغطي الwork طيب يعني معنى الفورس في ايه في displacement طب لو عايزة الفورس i'm going to hide الفورس هيبقى الwork على ال displacement أو distance طب لو عايزة displacement I'm going to hide the displacement هتبقى عبارة عن الwork over الفورس we are going to solve problem related to this rule this rule is very very important you have to know if i'm talking about work done it is measured by joule mechanical energy it is measured by joule kinetic energy it is measured by joule potential energy it is measured by joule type يعني from this we can conclude in an energy in general whatever the kind of energy it is measured by joule yes it is measured by joule insha Allah later on next lesson we are going to solve problem related to potential and kinetic and mechanical energy okay bye-bye thank you